اشتركوا في القناة لا انت الطبيبة او عبار عن درس خصوصي هيبدأ معاك واحدة واحدة في تخصص النساء والتوليد هيعلمك من الالف لليه مش بس هتبقي عرفة معانا المعلومة لا ده انت كمان هتبقي فهماها فهمة تفاصيلها عيشاها بكل محتوياتها فيش حد بعد كده يضحك عليكي فيش حد بعد كده هيديك اي معلومة خاطئة انت هتبقي فهمة كل حاجة وكأنك انت الطبيبة نقول بسم الله الحلقة اللي فاتة اتكلمنا عن الجهاز التناسولي الانثى بدأنا ندرسه من الناحية الخارجية درسنا من فوق لتحت كده العانة بعد كده البازل لما اتكلمنا على البازل المرة اللي فاتت او كليتوريس اتكلمنا باستفادة عن موضوع تشويه الاناث او ختان الاناث نزلنا بعد كده بدأنا ندرس الغدة برسولين وقلنا غدة برسولين دي مش مرض دي غدة موجودة اصلا حوالين فتحة المهبل من الناحيتين وظيفتها تكوين افرازات ملينة او مرتبة لفتحة المهبل وبعد كده خدنا العجال المنطقة اللي ما بين فتحة المهبل والشرق بعد كده درسنا كل المحتوات العلمية بتاعة الكلام ده وخدنا تطبيقها بالتفاصيل النهاردة هننكلم في موضوع جديد ونبدأ ناخد حاجة جديدة ان شاء الله بس بعد الفاصل بإذن الله اهلا بيكم مرة تانية النهاردة هنتكلم عن موضوع شائق جدا في ناس كتير عوقات طباء كتير ما تفضلش تتكلم فيه لانه زي موضوع الختان كده موضوع شائق وموضوع يعني ما زلنا متمسكين فيه بتقاليد معينة مجتمعنا مش قادر يتنزل عنها لغاية يومنا هذا ايه القصة النهاردة موضوع رشاء البقار رشاء البقار زي ما نشوف كده ليه أشكال معينة وليه أنواع معينة بس أنا هسلط الضوء عن بعض الأنواع مش كله صراحة فيه حاجات عادية وفيه حاجات لا لازم هنا نقف عندها ونتكلم لأنه ليها مضاعفات وليها خطورة جدا لو ما اكتشفناهش يريد نبدأ نعرض السور عشان نبقى نتبعيد الأشكال بتاعت رشاء البقار وناخد النوع اللي أنا عايز أتكلم عنه باستفاده نقول بسم الله طيب السور بتجهز هنتكلم رشاء البقار لأشكال معينة أو الشكل هو الحلقي أو الدياري ده اللي موجود تقريبا في معظم البنات فيه نوع تاني زو صقوب متعددة فيه نوع بيبقى شكل إهلالي فيه نوع زو حاجز وكل دي أشكال عادية جدا ما فيهش مشكلة وأهم حاجة أهم حاجة أن كل الأنواع دي فيها فتحة منتاح تسمح من نزول دم الحيد أو الدورة لما تبدأ البنت من البلور ونزول الدورة طيب هو إيه المشكلة؟ المشكلة أن فيه نوع خطير جدا اسمه امبرفورت أو النوع المقفول اللي مقفوش أي فتحة خطورة ده إيه؟ خطورة ده طبعا أنه هو هنا ما فيش أي فتحة تنزل دم الدورة طب هيحصل إيه يعني؟ يفضل بقى يتنزل الدورة شهر بعد شهر بعد شهر وهمتنزلش برق جسم طب تخزن فيه؟ تبدأ تخزن في المهبل طب وبعد المهبل تملى المهبل وخش على الرحل خطورة الوضع ده إيه؟ إن إحنا عادة عادة ما بنكتشفش ده بدري للأسف زي ما قلنا المرة اللي فاتت وقعدنا تكلمنا باستفادة إن كل أم لازم تاخد بالها من البنت من وهي صغيرة ومن وهي بتغير لها من وهي في مرحلة النيونيت أو البديهات خدي بالك لازم تشوفي فتحة في المهبل لأنهما الاتهاج لهم الاتهاج غالباً يبقى فيه مشكلة لو أنت مستنية إيه؟ هادي الأشكال قدامنا هون فيه الشكل الحلقي فيه زو الحاجز فيه المسقق زو السكوب وفيه النوع بقى اللي على الشمال قدامنا ده اللي هو الامبرفورد أو اللي هو مالوش فتحة طيب إيه المشكلة برضو تاني؟ عادة بتجيلنا في الطوارق بتجيلنا البنت في الطوارق بإيه؟ باحتباس بولي حاد احتباس حاد في البول ليه؟ لأنه زي ما هنشوف بعد كده إن المهبل على طول قدامه المسانة وقدامه قناة مجرى البول خلاص هو اتملأ فقدر يضغط على قناة مجرى البول يقفلها وبالتالي حصل احتباس بولي حاد ودي الصورة التسعة وتسعين في المية بنشخص منها المرة بيجي اللي بتيجي البنت الطوارق وهي في احتباس بولي حاد بنركب بنبدأ نركب قسطرة وبعد كده بنشوف المنظر غريب اللي طعرت في الصورة اللي بعد دي منظر بنشوف الحاجة يعني المهبل المفوضة اللي فيه فتحة ده؟ لا بنشوفش فتحة بق بنشوف حاجة متورمة زرقة أو صودة كبيرة كده نظم البنت على طول بنعرف ان ده الهيمن او الغشاء البقارة اللي مش مفتوحة فياريت تاني تاني بننادي من هنا من شاشة صحة والجمال لو سمحتم بخد بالكم من البنات بخد بالك لازم تعرف ان هنا فيه فتحة نهبل لازم تعرف ان الدنيا مفتوحة عشان البنت اللي ما عندهاش الفتحة دي هتيجي عند سن معين وهو سن البلوغ هتنزل الدورة كل شهر تتألم تتألم هي بتتألم ليه؟ هي بتتألم عشان الدورة بعدها تتحوش جوه وانتي مش بخد بالك فاكر ان هي اه هذا الشهر الجاي هتنزل ده اللي بعده هتنزل تبقى يا ستي تم ما بص يعني اكشفوا على البنت حتى اعرضوها على طبيب ما فيش يعني تعبنا من الكلام ده بس ان شاء الله هنبدأ الفترة اللي جاية في التوعية بتاعتنا وبإذن الله صوتنا هيوصل للناس ان هي تبدأ تبص في الهتة دي ما تكسبش ما فيش مشكلة خالص نتبصي على البنت تتأكد ان فيه فتحة المبل ولا او ان رشاء البقارة مفتوعة عند البنت دي نطلع فاصل بعد كده هنتكلم عن موضوع شائق آخر يهمنا كلنا بإذن الله بس بعد الفاصل نجعنا لكم تاني احنا كل مرة نتكلم عن موضوع شائق عشان احنا عايزين نفك الجبس من على عقلنا شوي مش عايزين اطفالنا او بناتنا بعد كده يقعوا في مشاكل مش عايزين اي حد يلعب بدماغ البنت وهي صغيرة او وهي منجوزة بعد كده ويصدر دها معلومات خاطئة لان عادة في مصر او قطرة يعني مش هقول في مصر يعني عادة في الوطن العربي كله او طبيعة البلدان العربية نصدر معلومات خاطئة اكتر من المعلومات المفيدة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الست بتسمع لأي حد غير الطبيب مفتاقد نصايح من اي حد غير الطبيب ممكن الناس تبقى عادة مع بعضيها برا في استراحة النادي في استراحة المستشفى في استراحة العادة عاملين حلقات علمية بس لأسف مش علمية يعني علمية كده بالنسبة لهم كل واحد عارفة لها معلومتين غلط بتقولهم للي بعدها ودي بتورس لدي ودي بتورس لدي وللأسف العلم الحقيقي ضايع ما بينه حد يفكر يتعلم صح لا ما بيحصلش احنا بنقاعدين نصدر لبعض معلومات غلط وهد وخزعبلات لكن عادة بنبعد عن الحقيقة ده هدفنا من البرنامج ان احنا في كل مرة هنشرح حاجة بأسلوب علمي ونوصل للمعلومات الحقيقية ونبدأ نشيل المعلومات الخاطئة من دمك واحدة واحدة ولو كان فيه معتقدات خاطئة نبدأ برضو نغير لو فيه صور نعرضها ونبدأ نكمل كلامنا ده للأسف المنظر اللي أنا كنت بقول عليه اللي هي الاحتباس البول الحد في البنت اللي عندها غشاء بقارة مش مفتوح ان برفض حينة وتيجي بالمنظر ده وكلنا شفناه كلها طباء ادنسة في وقت ما في حياتهم ان كان في فترة التدريب او الامتياز او النيابة او 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 شافوا المنظر ده مرة او مرتين او اكتر على حسب احتكاكه العمل المنظر ده يا جماعة منظر محزن يا دي ليه تسابت توصل للدرجات دي ليه ما كانش يعني الام مثلا يعني ما كنتش بتشوفي بنتك طول عمرها عشان تكتشفي ده وهي كده في الحالة دي في الحالة يعني مش احتباس بولي كمان الهور يعني بأسطرة ويتفاك لا ده هتخش جراحها بعدها هتخش جراحها على طول عشان ده كله يتفضل عشان الرشاء يتفتح ويبدأ كل الدم اللي تخزن جوه خلال مش هقول شهور سنين بقى يبدأ ينزل بقى واحدة واحدة وحجز في المستشفى ومضادات حيوية عنيفة جدا عشان العدو عشان بقى محصل لاش مشاكل لو حصل تخزين ده ما في أي حتة في الطنط فهم ولا حاجة ممكن تعني تسقط بعد كده ممكن يعني البنت كلها مستقبلها كله مش بس في اللحظة الصعبة دي ده ممكن كل مستقبلها الجنسي والمستقبل الخصوبة والإنجاب كله يضيع بسبب الموضوع ده أو أنت مش بتغيري يعني أنت بتغيري وخلاص أنا السنة اللي فاتت اكتشفت أن في بنت داخل علي العيادة عندها تسع سنين تسع سنين بأعضاء زكريا للأسل أعضاء زكريا مش هوها عشان بس القصيتين مش نازلين والسكروتام أو الكيس بتاع الخصيتين مش ملتاح ببعض كويس فاكرين أنت بنت وهي ذكر متخيلين تغفين الأم اللي لعد تسع السنين انت بص على بنت مش وقد بلك أن في حاجة غلط هنا حتى يعني يا ست احنا مش عايزين يكتب يعني جاه بس شخاص الحالة بس انت حس أن في حاجة غلط نفسك على المنظر ده زي زيك أكيد في حاجة غلط يعني ما اكتشفتش ده بد بليه للأسر في ناس ما نبصش زي برضو القصة اللي احنا حكينا بتاعت المرة اللي فاتت بتاعت الثلاث ذكور اللي من عيلة واحدة ثلاث إخوات اللي اكتشفوا ان الثلاثة القسيطين معلقة تير وهم عندهم حاجة وعشرين سنة ده بعد ما يتجوزوا ويتأخروا في الإنجاب اكتشفوا ان هما مستقبلهم برضو ضع بسبب الأهل ان هو كان في خسيطين معلقتين في الثلاثة نفس المشكلة ومحدش اكتشف ده بدري بغاية ما يتجوزوا وبدأ ويبقى في تأخر إنجاب ويتفحصوا ويجيجب بعد كده الثلاثة كده مستقبلهم ضع وضع دماغنا ان احنا نتعلم الصح التعلم او التعليم مش عيب العيب ان احنا نفضل بالمعتقدات الخاطئة ونورس الجهل ونورس الكلام الغير علمي مع بعض المشكلة الشائكة التانية اللي انا عايز اتكلم عليها وهي إصابات فض غشاء البقارة او ودي برضو شفناها كتير مش هقول بس شفناها كتير ده احنا عايشنا يعني قطر بقى نصف مصر احنا عايشين مشكلة دي كتير مشكلة يوميا ده احنا بنجري عليها اكتر من الولادات بتجي لك الواحدة بعد مثلا الدخلة بكذا ساعة وفي بحير الدم نازلة منها اسفاج قتد تبص تلاقي ان مش بس غشاء البقارة مقطوع لأ ده كمان جزء المهبل الخارجي من الخلف ده كله مقطوع وبتنزف نزيف شديد وساعتها لازم تجري بيها على المستشفى عشان تقدر توقف النزيف وتنقذه اللي أنا عايز اقوله ان غشاء البقارة ده غشاء رقيق رقيق تيها العكس سميك يعني المفروض في فضه بينزل نقط دم بسيطة يعني حتى الأجاني بيقولك نقط خفيف مش فأنت رايح تتباح فرخة وعايزها تنزل دم في الهوضة كله عشان تبقى فرحوان أو انت رايح تقابل عدو في معركة ولازم تهزمه وخليه ينزف قدامك عشان كانت تبقى فرحوان وانت عملت ايه اللي ما يتعملش هو للاسف بقى احنا مش معتقدين بقى ينصحوه بقى اخش بيدك وديسمعتها كتير طب ما يخش بصبع وكده يعني زي جماعة الفلاحين ما احترام صبعا للفلاحين في مصر كلها يخش بصبع كده حاول تنزل دم اكتر فهيخش فعلا بصباع الرجل ويروح قطع لتحت ففعلا تنزل دم اكتر بس بعدها بكم ساعة لما تحيتش هتموت للأسف يعني المنظر ده بينشوفه كتير جدا جدا ما تخلوش دوا في احدى المشاهد في الافلام المصرية في 2009 فيلم دكانش هاتة اتعرض المنظر ده منظر الفنان محمد كريم هو بيلف الشلع على ايده وتعتبرو ان ده يعني ابشع المشاهد في تاريخ السينما المصرية ما اعرفوش ان المشاهد ده احنا بنشوفه كل يوم وعايشينه ومتكرر بالنسبة لنا العنف العنف ضد المرأة أو ضد البنت فاكر ان هو لازم ينزل بحير الدم لو نزلت شوية نقطتين كده مع افرازات فاكر ان هو لا ده فيه مشكلة غلط احنا لازم نروح لدكتور ده ده اللي بيفهم اللي بيفهمش لا احنا لازم نزل دمه اكتر وندخل بأيدينا زي ما في ناس الفض العادي ده يعني مع اول علاقة وكده لا ده فيه ناس العادة اللي لسه بتمعرس لغاية يومنا هذا فبعض الكرة والعشوئيات والمناطق الشعبية ان هو لازم يبقى الفض ده على ايد شخص مخضرم مش الزوج وفي حضور الاهل متخيلين بيسمى الدخلة البلدي للأسف لسه بتمعرس لغاية يومنا هذا وبنشوفه برضو يعني في حفلة في حفلة جماعي حضور الام الزوج وام الزوجة وبعد الاقارب المقربين وحضور الشخصة عادة بتبقى شخصة يعني المسؤولة عن الفض وفي حضور الزوج المبتسم يتم الفض عن طريق يده او يد هذه البناء ادمة للأسف بنمارس هذا العنف بغاية يومنا هذا وبنمارس ان البناء ادمة دي بتفضل طول عمرها عندها كده psychological انزلت جواها صدمة نفسية بتعيش بيها طول عمرها مش بتخلص منا يا جماعة لو سمحتوا زي ما تكلمنا عن التشويه بتاع الاناس وقلنا ده مش دين برضو اللي بيحصل هنا اللي بيحصل في مجتمعاتنا أو بعض مجتمعاتنا ده مش دين ارحمونا ارحمونا وفهموا الصح عشاد في مجتمعات بحلها ضدية بسبب الموضوع ده كم من واحدة نزفت في يوم جوازها بسبب هذه العداء كم من ناز أو يعني بنات ضرعوا وتوفوا بسبب القصة دي المتخيل يعني واحدة يوم فرحة تتوفى يتوفاها الله بسبب العدد الخطيئة دي وهي عادة الدفلوريشن العنيف أو فضر شاء البقارة بعنف نطلع فاصل ونرجع لو في تلفونات نستقبلها أو نكمل في الموضوعنا ان شاء الله رجعنا لك وفي موضوعنا برضو الشائك فضر شاء البقارة بعنف أيا كان هذا العنف زي المرة اللي فاتت ما تكلمنا عن التشويه أو الختان ما قلنا ان دا مش دين المهار دا برضو بنقول النظام جدي ما هي إلا عادات طوارصها الأجيال عادات طوارصتها المجتمعات بتاعتنا وما زالت بتنفذ في نطاق واسع وطبعا يعني الختانة هو الدولة جرمته وقونين جرمته والدين حرمه وطلع فاته من الأزهر قدرنا نسيطر عليه شوية يعني الأطباء ماذا يعملون دا حد ذات وإنجاز يعني للدولة والأطباء مقدرين دور الدولة مقدرين القانون مرورش يعملون بس بما زال بمارس في البيوت عن طريق إديات برضو قصة دي بتاعت الفض بعنف دي دي أنا مش عارفة هنقدر نسيطر عليها إزاي لازم بالتوعية ما فيش غير كده ما أنت مش تعمل قانون أنت مش تعمل قانون في إيه يعني القانون مش تقدر بقى يوصل يعني للناس فقوة بنومها لا ده هو لازم إحنا نفهم عشان نبدأ واحدة واحدة يعني نتنازل عن العادات والموروصة الخاطئة دي يعني واحدة واحدة كده دي فهم إنه هي جماعة رشاء ده رقيق جدا مع أول معاملة أو تاني معاملة أو تالت معاملة مش لازم من أول معاملة هيبدأ يتفتح واحدة واحدة ويبدأ خلاص يتفضل وخلاص ونعيش حياتنا بقى ما فيش مشكلة بعد كده وهي موقع بسيطة اللي بتنزل مش مش دبحة هو يعني مش في المتبع عشان نلاقي دم نازل على الأن مش فيه اتصال نقدم ربما يوسف ألو عليكم السلام فضل لو صبحت يا دكتور أنا معي سؤال خارج نتاق الموضوع بتاقي النهار ماشي فضل لو صبحت أنا كنت خلفت قبل كده ثلاث مرات وستكت الوسيلة لي سنتين سنتين ونص تمام وما حصلت حاملة فكشفت ودكتور طلب مني التحاليل عملت التحاليل نجل غضة الزراقية حاملة شوية مالهم هاي غضة دبقية خاملة شوية آه تمام فداني برشام اسمو أترقسين بيتاخد على ريك تمام جالت تخديم مرة واحدة في اليوم تمام وبعد بزهون 15 يوم بالضبط نزلت علي دورة تمام رحت بالدكتور فاكتشف ان فيه كيس كبير على المبيض الشمع تمام قدي ايه كيس ده عرف معساته لا والله تمام كملي طي كملي بس آآ اداني نوع زرشام ثاني اللي حين يمسي في الكيس اسمه سيترناس تمام ده بجيت أفسه وبيعمل لي ألم شديد في الصدري وديك تنفس ولوخة وإصداع وألم في المعدة بس وأنا دلوقت انتشعر عندي كم سنة يا ميوس عندي كم سنة أنا عندي 34 انت والده طبيعي ولا قيصري ولس مرتين طبيعي ومرة قيصري آخر مرة دي كت قيصري المرة الأخيرة قيصري تمام الزوج عنده كم سنة 36 ستة وثلاثين تأخر الحمل الثانوي يعني الست حملت وولدت كذا مرة بس بعد دي كده حصل تأخر احنا عادة في تأخر الحمل الثانوي هو هو بنمشي بنفس الشغل بنمشي به تأخر الحمل الأول يعني نبص على تحليل الزوج بنبص على حاجات معينة برضو في الست أو الزوجة بنعمل بس احنا يعني تأخر الحمل الثانوي بنلقي الضوء شوية على وظيف الأنابيب وخصوصا بعد الولادة القيصرية الولادة القيصرية من مخاطرها وحدوث الانتساقات في الحوض أو البط ودي بتأثر على وظيف الأنبوبة أو على شكل الأنبوبة عادة يعني ممكن تعمل الانتساقات حوالين الأنبوبة فالانبوبة تتقفل خالص يئم الانتساقات تعمل انتفاق في الأنبوبة أو بتفقد الأنبوبة وظيفتها بشكل من الأشكال فيحصل تأخر في الحمد فاحنا انت قدامك عقبة لازم تتجاوزيها وهي انت تعملي الأشياء بالسبب طبعا يعني كل اللي انت اللي اتعمل ده اكتهدات التحليل آه طلع مش كويس عمش حافين رقمه كان بالضبط هل كان محتاج يتاخذ عليه الأجوة ولا لا أو محتاج متابعة طي ناخد بتسامن هنا السلام عليكم عليكم السلام فضل لا سمحت يا دكتور أنا فيه سخانة بتجيني في بطني تمام كل شهر تجيني كل ما تجار بتجيني الدورة تجيني سخانة في بطني وعند ما نزلت الدورة خلاص ما فيش تبقى سخانة تمام الدورة بتقعد عليه كم يوم نعم الدورة بتقعد كم يوم هي بتجيني كل 22 يوم بتقعد خمسة كل انت الشكوى كلها ايام الدورة كلها ولا بت الاعراض بتخيف مع ايام معينة جبت الدورة ما تجيني يعني تكون صفحة الدورة تجيني وضع ما الدورة تنزل بتتحسيني اه ما تبقاش فيه ولا حاجة تاني طيب تمام انت عندي كم سنة يا بتسعين انا عندي 26 سنة صيب تمام انت وبعدين بنحمل ثلاث مرات نخص بسبب السخانة اه يعني انت مساقطة ثلاث مرات اه يعني يكون نجازة على دول على طول ما فيش ولدات وعند ما ينزل اه ولدت مرة برضو طبيعي ولا كيصري لا كيصري بس ما حسدش بأي تعش في الولدة الاولى يعني تمام معاك ومن بعدها معاك ولد ولا بنت لأ معايا ولد دي خمس سنين عنده خمس سنين وساقطي ثلاث مرات بعده اه يعني ولدته وبعدها سنتين نحملت وجيت من عليها نحن نحمل ونخصر نحمل ونخصر طب فيه ألم في بطنك بتيجي مع الدورة اه في بتقعد كت كل أيام الدورة ولا بتنتهي في في أولها لا يعني أول يوم كده ثاني يوم وخلاص ما بقيتش في حاجة طيب تمام خلاص ارد علي وبعدين أنا يعني الموضوع ده مشترت فيه ما نعرفش ايه حكايتها السخانة دي ولما ريح صدق أمر بتنزل أول ما ينزل عيل خلاص السخانة تمشي عملت أي فحوصات طيب عملت حليل غدة وتحليل يعني أنا ما خلتش هتكاتر رحيل أطفال ونسة وشميات وكل يعني تمام تمام والموضوع ده جليجني خالص بالله عليك ترد علي هرد علي عليك إن شاء سلام نكمل السؤال بتاع أمو يوسف الأولاني ملخص الحوال بتاع أمو يوسف لازم تتعدي العقبة بتاعة الأشعة بالسرغة والأشعة تتعامل عشان نبقى بدقين صح تأخذ حمل الثانوي لازم الأشعة بالسرغة ضررية جدا في أول الفحوصات سؤال ابتسام العراض اللي بتجيلها قبل كل ضررة وبتزول مع نزول الدور ده ممكن يكون مع عرض عادي يعني ملوش علاقة في قصة الإقاد المتكلف قصة الإقاد المتكلف دي قصة طويلة لها فحوصات طويلة جدا 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 ومع ذلك يعني حوالي 50% من أسباب الإقاد المتكرر غير معروفة السبب بس إحنا عموما عموما مع العرض ده ومع الإقاد المتكرر يريد نعمل فحص موجات صوتية داخلي نهبالي على الحوض ونعمل C-A 125 خليكي فاكرة التحليل ده ده الاسكرينينج بتاع بطم التراحة من المهاجرة مع التحليل طبعا اللي أنت عاملها ونعرضهم كده إن شاء الله لو هتأخذي التليفوني تتواصلي معي ماشي صارة من القاهرة ألو ألو تفضل لو سمحتي دكتوري أنا كنت عملت 4D أنا حاملت لشهر السادس السادس فا السادس آه آه تمام فعملت 4D وطلع فيه صقد بين البطايمين تمام آه هو حجمه صغير حجمه 2 ملي فأنا كنت عايزة أسأل على الولادة ده ممكن يكتمل ولا ممكن يكتمل بعد الولادة ويقفل بعدها ب6 شهور ولا مش هيقفل بتحتاج بتدخل جراحي ولا أول صغير كده تمام أنت ده أول حاملة يا صارة آه أنا دعوة حاملة أنت عندي كم سنة عندي 13 تمام ماشي يا صارة هرد عليك نكمل القصة بتاعتي ابتسام ابتسام زي ما قلتلك هنعمل السكرينجي بتاع البطايمة الرحم المهاجر ونعرضها مع بقية تحليلك ونحاول نوصل لسبب للإجهاض المتكرر صارة صارة في الصقب الصغير اللي بين البطاينين ده اكتشفته في الفور دي وده حقيقة مش مشكلة المشكلة إنه هو الطفل إنه هو يكمل به عادة الحجم ده ممكن على إن شاء الله الولادة ممكن يكون طيب أنا أخد أعز بس أحز سلام تفضلي يا مدام عز السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي بس على الدكتور بعد يزنك سأل أنا معي تاوت فضال عندما دعبنا جدا ده في النص التاني النص التاني من الدورة كل دورة تيجي كده آآ من ساعة من بعد ما تجوزت ربما تدورة ربما تدورة ربما تدورة كثير مفيش نسيجة لما تدورة تنزل اللي بفي تحسن من العرب بعد ما تدورها بتيجي لغاية لما الخمسوش اليوم التانين ببقى كويسة. لكن من بعد الخمسوش اليوم لغاية لما تدورها بتيجي بقى بقيت الايام لغاية لما بتيجي ببقى الام زي ما كن عاملة عملية كده. عملتي تحاليل او فخصات? لأ طبقتي معكاتر بس ما طلبوش مني اي حاجة. يعني كل دفتور بروحني يقول عن ذلك المبيض مثلا منا في حاجات آآ آآ في عملك شوية التهابات. طب قد باخد علاج اه بيش نتيجة برجع لنفس النقطة لما تدقت من اللعب. يعني ظهر اكياس فر مبيض? ما تقصر ما ما قاليش انا فضلت انطبع حاولي زهر سبعة شهور كده او كم شهور بس ما 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 فيش اي حمالة اي نتيجة. عندي كم سنة يا عز? عندي ستة وتلاتين. آآ والده قبل كده في ولدات? لأ حضرتك انه لسه ما خلفتش. طبعا ايه. بقى لي قديم اتجوزة. خمس سنين حضرتك. خمس سنين ما حصلش حاملة خالص? لأ حضرتك لأ. طيب خلاص تمام. بزي. اه تمام. عز انتي التبويض اصلا يعني بيحصل متسايكلك في نص الدورة. ايه لا هو التبويض انا ما الدكتور عملي متابعة التبويض قالي التبويض عندي كمتاز. ايوة. خلاص هفض عليك تمام. افضل حضرتك تمام. عز التبويض بيحصل في نص. تمام. كم. عز التبويض بيحصل النص الدورة عادة يعني في الايام من يوم ال 12. 13. 14. 15. كل واحدة على حسب. هي الفكرة ان المفروض البويضة او الحويصلة بتكبر عجلة البويضة بتنطلق منها وبعد كده الحويصلة دي بعد كده بتبقى بتنكمش. في ناس عندها اصلا بيحصلش الفكرة دي. انت بالتابعة التبويض فاحنا بنقولك ان التبويض كويس جدا. لان احنا بنشوفش العملية بتاعت خروج البويضة من الحويصلة بتاعتها. احنا نشوف بس احنا بنقب بالحجم. الحجم كويس. اه خلاص انت كده غالبا التبويض عندي كويس. بس مش بنكمل بقى المفروض في حصاب. المفروض بنعمل البروجسترون ده في اليوم الاثنين وعشرين او الاثنين وعشرين. نشوف فعلا هالحصل تبويض ولا. في ناس عندهم للأسد العملية دي مختلة شوية. يعني البويضة تجبر وتوصل لحجم المطلوب بقى لسه ما بتطلعش من الحويصلة بتاعتها. ويفضل بقى الالام عندك لغاية ما تنكمش بقى وتنزل الدورة اللي بعدها. هي دي المشكلة وده بنربطه برضو بقصة التأخر اللي عندك لغاية ده الوقت. انت خمس سنين مفيش حمل. هي غالبا المشكلة هي هي بس لها واجهين. زي العمل اللي لها واجهين. قصة القلم اللي بيجيلك. وقصة التأخر بالحمل. جريت بس نعمل تحليل بروجسترون ونتابع تبويض كويس مع التحليل. مش بس نعتمد على صورة البويضة اللي بتكبر. لا نعتمد برضا على تحليل التبويض. ونشوف هل في مشكلة في خروج البويضة ولا لا. هرجع تاني. يا صارة. يا صارة. المشكلة بسيطة ان شاء الله انتبعها. واحدة واحدة. عند الولادة لو فضل السقب ده موجود. آآ يعني هنعمل احتياطاتنا كويس للطفل. آآ. ما شو الستاذ علي من السيوب. كنت عزيزة بالنسبة للمدابي احنا نجاوزين لنا خمسة شهور وعملت تحليل ساعة منه وطلع كويس وكل حالة العدد مية وكل حركة خمسة وربينا خمسين طبعا اتبعنا مع الدكاترا وكل حال لنا خمسة شهور لها شهرين ثلاثة دورة تتأخر على الاربين يوم خمسة وربيين عدين زرعة الخمسين واخدنا البرسامل لنظم الدورة وعملنا اختبار حمل مرة واثنين وتحليل دم من اختبار الحمل يعني في حدود 33 33 الوزن مليانة او العادية اه تحدود 75 تمام يعني طلعا على وزناها وزناها على مناسب طلعا او لمليانة شوية مناسب لا مناسب يسمع مناسب تمام الطول قويس والا وزنا تحدود 75 عمل التحليل لا ما عملش بس اخنا مش عارف التأخير الدورة ده او بعد اختبار الحمل ما زهرش يعني الغرش عارفة واحدة اخنا مش عارفين عملها بالكل انصحنا بيه طيب ارد عليك يا صاحي ماشي طبعا احنا بنقول نتأخر الحمل الاولي لازم يعني ايه نبدأ بعد سنة فقصات بس لو فيه مشكلة واضحة زي كده تأخر دوره لازم نعمل فقصات مبادري ممكن تكون مشكلة يعني عادة او غالبا تأخر الدورة بينم عن مشكلة في التبويض لازم تاني يوم الدورة ما تكونش دورة انا جايبها على الراس اللي انت بتقول عليها اللي بتنظم الدورة دي اللي نص عضي اللي نص بويني لنبوض نتيجة التحليل دورة الطبيعية تيجي تاني يوم او تالت يوم نعمل تحليل التبويض بتاعتنا او تحليل الهرمونات عموما اللي هي ايه هنعمل تحليل غضة ضرقية تي اس اتش فري تي سري تي فور هنعمل اف اي اس اتش الل اتش هنعمل ايتو هرمون الاستروجين تمام ونعمل برضو التحليل بتاع بوطنط راح ماجرع اللي هو سي ايه مية خمسة عشرين ونشوف ونتبع تبويض بعد كده بتاعها على مدار الدورة كاملة نشوف ايه المشكلة ونشوف بوطنط الرحم طوارد الدورة برضو نشوف ايه المشكلة وهي تكتشف المشكلة غالبا عندها بس لازم تبدأ في الفرصات فور ارجع معلش السؤال صارة يا صارة الموضوع بسيط ان شاء الله وهنتابع مع دكتور قلب أطفال فور الولادة لو لسه متبقي اي حاجة ان شاء الله من هذا الصجب اللي بين البطينين لو ان شاء الله مشتبقي مشكلة بإذن الله عند الولادة هنطلع فاصل ونلجع دايه موسيقى موسيقى رجع نالكو تاني نكمل موضوعنا خلاص خلصنا اللي انا كنت عايز اقوله بالنسبة لغشاء البقارة باشكاله بالنوع الخطير اللي هو مش مفتوح بالموضوع الشائك التاني موضوع الفض بعنف بعنف هبدأ موضوع جديد النهاردة وهو المهبل او الفجينا قناة المهبل وسبحان الله في التكوين دي معجزة من معجزات ربنا في جسم القنس ليه؟ لان هي على قد ما هي تبان قناة عادية مقفولة في الوضع السابت مغلقة لكن سبحان الله بتقدر تتمدد في اوقات معينة زي اوقات العلاقة والاوقات بتاعة الولادة نجيب السور كده بتاعة الفجينا او المهبل ونشوف الاعجاز العلم اللي فيها وهنقول تطبقات العملية بتاعتنا اللي انا برضو محتاجة لك تدوء عليها والمصطلحات الخطيئة اللي عند الناس اللي محتاجين نصلحها ونصححها بالنسبة للمهبل قناة المهبل تقدر تتسع عشان تستوعب جسم البيبي هو نازل في الوضع الطبيعي تخيل يعني حاجة كان قطرها صغير جدا وقدرت تتسع تتسع لدرجة النهية تنزل بيبي ناخد السور هذه قدامنا هذه الرحم من فوق المبيضين قنطي فلوب مننزل تحت عندي المهبل شكله فلاص كشيف ده قطاع ساجتل يعني قطاع عرضي الساجتل بليم ده موضح شكل الفجينة هي شكلها فلاص كشيف بيعرف فلاص كدية أنه هي الزهرية بتاعة الورد اللي هي بتبقى منفوخة من فوق ونازلة على ضيق منتها وده لي تطبيق مهم جدا انه الرحم نازل بعمقه جوه الجزء الواسع ده ما كون حاجة اسمها فونسيس أو جيوب في جيب خلفي وجنبين على الجنب لما بتحصل عملية الجميع بيحصل القصف داخل الجيب الخلفي ده وبتقدر بعد كده رحلات المنوية تسحف إلى داخل عمق اللهي ايه تطبيق الكلام ده ان احنا عادة بعد العلاقة بنلاقي منساء النزل وده عند الناس كلها لازل في ناس ما بتيجي تشتكي لك من القصة دي وفاكرين ان دي يعني حاجة عندهم هم بس وان دي سبب تأخر الحمل لو هم متأخرين في الحمل تقول لك انه مهما قاعد بعد العلاقة وانا ينزل سائل بعد كده ما لازم ينزل ده كله هيروح فيه الحيانات المنوية اللي هي فيها الفايدة بنصولها عن الخصوبة بتنفاصل عن هذا السائل وتطلع على فعنق الرحل وبينزل السائل المنوي غير محمل بالحيانات المنوية الى الخيال لو نمتي ساعتين تلاتة لو نمتي عشر ساعات وتروح لبعض الأطباء أو الطبيبات على الأخص يعني وتقول لها لأ انت عشان تتغلب عن المشكلة دي رفع رجلك لفوق في السقف بعد العلاقة حاول تنامي على عشر مخدات تبقى دمارك لتحت وبجلك مشعلقة فوق أو أقول لك لا انت المفروض تنامي على بطنك أو المفروض تنامي سجدة لمدة عشر ساعات متواصل عشان السائل ما ينزل والأسف بعد ما هتشعلق رجلك في السقف تلات أربعة ساعات وتحط عشر مخدات ودمرك لتحت وبجلك الفوق وأبدا وأول ما هتقوم هتلاقي في سائل نزل منك برضو طيب تمامي الصورة دي بقى ده القطاع التاني موضح علاقة المهبل بقدام قناة مجرى البول والمسانة زي ما قلنا الفوق وده كل سنة قلتها لما قلت الغشاء اللي مش مقفول قلنا ان هو لما المهبل بيتميلي دمه خلاص يبدأ يضغط على قناة مجرى البول ويفيلها تماما ويبتع البنت بتيجي الطوارق باحتباس بولحات وراء المستقيم أو الريكتر الريليشن دي مهمة جدا مهمة جدا حتى للأطباء نفسهم في قصة الفحص التطبيق العمل بتاع القصة دي في حاجة اسمها السقوط المهبلي السقوط المهبلي ده حاجة بتيجي بعد عادة الولادات الطبيعية وضع في عضلات الحوض وتبدأ المسانة تريح جوه المهبل وتنزل جوه المهبل وتبدأ المريضة بتيجي تشتكي منه أنا في حاجة كورة كده نازلة منه نبص عليها نلاقي المسانة مريحة جوه جدار المهبل بسبب ضعف العضلات وضعف الأنسجة مع طبعا الستريتش التهتمدد بتاع الأنسجة أثناء الحزء والولادة الطبيعي نلاقي المسانة نازلة جوه المهبل أو العكس ناحية التانية تلاقي المستقيم ده برضو نازل جوه المهبل تقولك أنا فيه كورة من تحت أفلاني أو عادة قصة السقوط المهبلي الخلفي ده في المستقيم يشتكي منه الراجل ما تشكيش منه الست يقولك أنا حاسس أن الدنيا مش زي زمان الدنيا بقت واسعة يعني في العلاقة مش مستمتع زي زمان حاسس أن الدنيا بهوقت من تحت نبص نلاقي المنظر ده كده نلاقي المستقيم نازل في قناة المهبل مريح فيها وهي زي ما قلنا وتقدر تتسع لأي حاجة يعني هي عندها قدرة التمدد أن هي تتسع أي حاجة تتسع تنزل طفل فمش تتسع لتاخد جزء من المستقيم ساعتها بيبقى الحل غالبا جراحي عشان نقدر نصلح التقطع أو التمزق اللي حصل في الأنسجة والتمدد بتاعها ده ونقدر نصلح بقى طبقة فوق طبقة الغريف ما نرجع الوضع مش هقول طبيعية في المية برضو عشان الناس ما تبعاش يعني فاكرة أن العمليات التصليح هي يعني اللي هي هترجعها فعلاً زي ما كانت بنت زي ما الأطباء بيقولوا لا بس هتزيل الشكاو يتكلم الشكاو الجنسية أو الشكاو إن أنا أحسها حاجة من تحت وإن أنا مش قادرة أعيش حياتي زي أولاً هنا كده خلصنا الحلقة بتاعتنا درسنا تقريباً الجزء الخارجي لجهاز التناسولي والمهبل النهاردة ودرسنا غشاء البقارة نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية في موضوع جديد في شرح جديد في برنامج جيمة الطبيبة على قناة الصحة والجمال كان معاكم دكتور أمير الحلواني أخصى إنساء والتوليد زميل كلية الجراحين الملكية وإنجلترا زميل مستشفات بيرفينجهام إنجلترا للحن المجهري والخصوبة أشوفكم إن شاء الله على الصحة والجمال الأسبوع الجاي اليوم الثلاث من الساعة 10 للساعة 11 صباحا بإذن الله شكراً اشتركوا في القناة